يسوع أريدك شوية تكون ويايا لأنه الموضوع يخص الجميع ليش يخص الجميع كم واحد قاعد بهذا المكان ممر بظروف صعبة كلكم مارين بظروف صعبة مو الكل بهذا المكان بدون أي استثناء مارين بظروف صعبة وإذا أقول مثلا كل من مثلا ممر بمرض بموقف إذا ترفعوني الممر بموقف وبمر بظروف صعبة خلي رفعي ده حتى أطلع من المكان لأنه أقول أنت يوميا وأقع بمصيبة فظروفك أصعب من البقية اليوم هذا القفص لك يعني ليش هذا القفص لك لأنه أغلبيتنا برسالة فيليبي بها أربع أصحاحات فيليبي من يعرفه وين صارت فيليبي أربع أصحاحات برسالة فيليبي بولوس رسول كتب هذه الرسالة وهو وين في السجن مسجون وكتب هذه الرسالة وهي أعظم رسالة موجودة بالكتاب المقدس تتحدث عن الفرح في الإنجيل أعظم رسالة هو كتب أربع رسائل وهو موجود في سجن روما أفسوس كولوسي وبعد فيليبي وبعد فيليمون أربع رسائل وهو موجود بسجن كتبها هذه الرسالة فيليبي هي رسالة الفرح في وسط الظروف يعني وين قاعد شان؟ عشراتون قاعد ومريش بروما بإيطاليا وبأحد أبراج إيطاليا وقاعد يكتب لك رسالة الفرح يعني تعرفون الموقف شايفين من ننزحنا صور؟ حسنا أنت جايين مثلا بساندياقو تطلع على البحر تصور شيء على البحر تقعد أنا موجود على البحر ليش تكتب هذه الصور قاعد تعبر عن شعورك بأن أنت في مكان جميل ولهذا السبب ضد الصور أقول لك شي واحد إذا أنت بسجن والسجن عتمى ومجدود ومقفص وعليك حكم الإعدام شو رح تكتب مليوسة يعني شون شن اللي رح تكتب بهذا الموقف ما حد ما مار بنا بهذا الموقف شوفش قد مارينها قلت لكم مارين بظروف قلتوا إيه بس بيتي موقف ما حد ما مار بس بولس رسول مار وكتب لنا هاي الرسالة ولهذا السبب أريدك اليوم تتعلم شي حلو من هاي الرسالة ولو رح تشبيها على السريع بس رح أركز على قفص واحد وباقي الأقفاص إذا صار أدنى مجال رح نتحدث بيها بس بالدراسة مع أنه يوم الجمعة تختلف شوية عن العبا تعرف فيليبي إن كذبت ويتكلم بها أنه تعيش فرح الإنجيل والتشبه بشخص المسيح رسالة فيليبي إن عيش فرح الإنجيل يعني تعيش الإنجيل مو تعيش شوية الإنجيل أكو اختلاف إنه تعيش الإنجيل وأكو اختلاف إنه تعيش في الإنجيل فرسالة فيليبي تخليك إنه تعيش وين في الإنجيل ليش؟ لأنه تشبه بالرب يسوع المسيح بها رسالة نرى اربع اصحاحات وكل اصحاح يطيق قفص هذا احنا احنا نحط حياتنا جو هذا القفص شاقصت بيا شوفوا مادام قلت لكم رسالة الفرح وقفص بعد قفص رح نشوفه كم اصحاحاتنا اربع اصحاحات شوف القفص الاول اللي رح يتكلم بي باصحاح الاول نرى هذا القفص القفص شنو احنا نعيش في وسط هذا الوسط اللي نعيشه يجي بليس يسرق منك الفرح ويحطه وين يحطه جوه بالقفص وانت تعيش ويا بهذا القفص ما رح تقدر تعيش الفرح منو يعرف شنو الفرح بسخوثة حبي في انجليش يعني بالاسباني بس الفكرة 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 بانه الاصحاح الاول شيطيك شوف شيقول يقول لك ظانين انهم يضعون الى وثقي ضيقا منو ظانين يعني يكون ناس رح يجون يخلون عليه وثق ضيق فاول قفص احنا نوقع به هي الظروف شايف واحد منتح يقول لك ليش ما فرحان لا تشوفوا ظروفي صعبة صح اذا الظروف اللي انت توقع بيها شا تخليك تخليك انه تدخل داخل قفص وما تخرج منها ليش ما تكون فرحان لانه الظروف المحيطة بيك سالبة من عندك الفرح وانت مستسلم الى لكن بولوس رسول يبطينا الفرح ماله ويقول هذا القفص اللي يجعل بيك الشك وتنحني امامه ويهرب من عندك الفرح الحل ماله مطكابي واحد وعشرين لانه لي الحياة هي المسيح يعني صاح الاول من يتكلم بهذا الشي من الظروف تطوقك وتسلب منك الفرح الرب يسوع يقول لك عوف الحياة اني حياتك صح فاش راح تسوي راح تغير هذا القفص الظروف تضلع ظروف وتحط بانه انت المسيح حياتي انا خارج هذا مني تكون ايش المسيح حياتك هذا القفص الاول راح نجي عليه لانه راح راح تكون بس لان الوقت القفص الثاني اللي وقعك بمشاكل ويخليك جو ماكو فرح هذا القفص هواي نتعرض له من هو هذا القفص بصحاح الثاني يتكلم بانه يقول لك لا شيء بتحذب او بعجب لا شيء بتحذب شنو التحذب تحذب منو يجيبه منو يجيبه التحذبات الناس السلبيين والمستغلين والمبغضين مراته هواية مع كل الاسف احنا كمؤمنين نقع باشخاص سلبيين تعرف السلبي شو يسوي بيك يسلب منك الفرح مستغل يسلب جنجا وانت تنقهر ليش استغلني هذا فش يسوي سلب منك الفرح سلبي كل ما تقعد يجيب لك مئة مشكلة يصير عندك يصير عندك يصير عندك يصير عندك الفرح ما لك يسلب وتحذب والسلبيين يدخلك داخل القفص يا رب انا خليتني داخل القفص اريد اطلع من هذا القفص الناس السلبية موجودة في حياتي فعرفنا بانه اول اول شيء ظروف تطلع من عدها من يكون المسيح حياتك ثاني شيء اذا السلبية موجودة ناس سلبين شون تطلع من عدهم شوفوا همطي الحل همطيك المفتاح شون المفتاح عدد خسن عدد خمسة شيء يقول فليكن فيكم هذا الفكر في المسيح في المسيح يسوع ايضا الناس السلبية والناس اللي اللي هم مبغضين ومستغلين اطلع من عدهم من تكون انت تخلي المسيح هو المثل يعني مراته هو ينوقع بليس يجي ووقعك يقول لك انت هذا الشخص ما تجرع شون جايوية يقول لك عزيزي هذا الشخص اللي انا ما جرع يسوع جرع هذا الشخص المستغل هذا الشخص البايع هذا الشخص التعبان هاي الوحدة التعبان هاي التستغل كل الامور يسوع احبها وقدم نفسه من اجله واذا كان عدنا احنا محبة المسيح المسيح هو مثلنا راح تنقله بالاية وتصير الاشخاص السلبي نباوعها بمنظر المسيح فنحبهم رغم سلبيتهم فتطلع انت منين تطلع من هذا القفص من يكون عندك ايش المسيح مثلنا هذا الاصحح يااصحح هذا الصحح الثاني الصحح الثالث شوف الصحح الثالث في جيك الصحح الثالث والقفص اللي انت توقع به هو شي يقولك بل اني احسب كل شي جماعتلي حزبون من اما احسب كل شي بس مو المصال احسب كل شي يعني شنو احسب كل شي يعني اشخاص يجي يحسب لك على الصغيرة وعا الشبيرة اشخاص اللي عندهم هذا البال يسلبون منك الفرح ليش بشغل راحت علي عشرين قرش ليش مسوي فلان شي قوم يحسب قد ما يكون قنقين بالحزبان شي سوي يسلب هذا الفرح فالاشياء والممتلكات تجعل الانسان غير فرحا شنو الاشياء هو ليز يسوي شكل على مو يجمع على مو شي يسوي يجمع ومن يجمع هنا من يقدم انه يسعى نحو الغرض ماله ويريد يجمع الاشياء ويمتلك كل شي صدقوني صدقوني ما عنده فرح في حياته الفرح يسلب من اشخاص ايش يدورون ورا المادة فلوس يركض وراها تعال علي اي واحد زنقين تعال علي وسئلة قل فرحان يقول لك يا معوت من الصبح لله لنركض وعشة خبازة ما لعشة خبازة ما كو ليش لانه ما عنده الغرض بانه صاح الثالث المسيح غرض من تخلي المسيح غرضك في الحياة ما رح تقدر انت توافق بين الغرض وبين الحزبانات مسيح غرضك انتهت هل المسيح هو الشبع ام غير شبع اذا فكرت بالتفكير انت طلعت من القفص بس اذا تفكرت شون تجمعها فلس على فلس ودولار على دولار وتركض وزيت ساعاتك وما تجي شون تحصل عندك الفرح يروح تدخل وين داخل هذا القفص دخلت فمن دخلت بهذا القفص انه الاشياء والممتلكات فماش يقول لك حبيبي ما ما تدور على ساعات زيادة بالشغول وساعات بالشغول وتريد الزيد 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 انته باقي وين باقي داخل هذا القفص ما اكو فرح لكن من تقول انه المسيح غايتنا وشبعنا هتطلع من هذا القفص تطلع لو ما تطلع من يقول المسيح غايتك تطلع اخر القفص نحكي به ساحة اربعة شي يقول يقول لك لا تهتم بشيء ليس انا اقول من جهة احتياج شنو هذا القفص تعرف جهة الاحتياج همومك وحتياجك وظروفك هموم احنا مع كل اسف نعيش في موقف انه قل لك عندنا احتياج وعندنا ظروفنا وعندنا هموم هموم الحياة والرب يقول لك لا تهتم بشيء ليس اني اقول من جهة احتياج يعني انا ما دا احتي من جهة احتياج انا دا احتي من امر معين ليش هذا الامر لانه كلنا اللي قاعدين بهذا المكان عدنا هذا الهم صح كلا عد هذا الهم كلا نعتم نفكر بочر وشلون وشلون سد البلات ومن قل انت تخلي تفكيرك بهذا ويفتر الدائرة تفتر الدائرة كلنا اللي قاعدين بهذا المكان عشنا بامور صعبة جدا وكنا نفكر لها لكن كل اللي قاعد بهذا المكان اللي داحشوا ياهم كلنا مرينا بظروف كنا داخل هذه الهموم والاحتياج لكن رغم هذا الجوة اذا كان ايش اذا كان عندك العدد 13 من يقول لك استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني اي هموم عندك اي هم وينك همك شنو همك فلوسك همك اولادك همك بيوتك همك ايش همك شنو همك اذا ما رح تقول للمسيح الذي يقويني ما رح تطلع بس من قلت حموم الاحتياجاتي حلو عندك همو عند احتياجات اي عندك همو عند اي غال بس عندي شخص واحد شنو ها المسيح استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني اربع قفاص تسلب منك وتسرق منك فرحك بس اكو مفاتيح حتى تطلع اطلع من عندها اليوم باسم يسوع هاي الاربع اللي حتشين بيه راح احتي على قفص واحد شلون انت تطلع من عنده القيد والقيود اللي تتقيد بيها باول قفص هو الاول قفص ياه احتيان بيه صح الاول ظروف بس هذا راح احتيبي وقلت لكم مفتاح شنو ها المسيح شنو ها المسيح شنو ها اجي اجي على ام قيصر اقولها المسيح حياتنا ضربتها روحي ما رح تتغير مقايصر ما عندي عودة سحرية تطلع من هذا المكان وتقول ظروفنا المسيح حياتنا اي اوكي حبيبي اوكي المسيح حياتك زين شون انت تطبق انه يكون المسيح حياتك شوفوا احنا راح ندخل بالرسالة لكن صح الاول من عدد 12 الى عدد 25 راح نتكلم بخطوات خطوة خطوة شون توصل بانه يكون المسيح هو ايش حياتك متفقين متفقوا ايا اذا الظروف ما لك سعبة ومسيط شو حول هذه الظروف تعبانة وانا قلت لك اليوم بانه المسيح هو حياتنا تطلع من هالظروف وتفرح امين بس شون تقول لي قسيس شون اطلع راح اطيق اية بعد اية كل اية بولوس دي تكلم بها يطيق خطوة بوحدة حتى طبقها حتى يكون المسيح ايش حياتنا زين خلي نشوف خلي نشوف هذا النص وهذا الشي مزمور اربعة سبعة شوفوا هذا المزمور حلو شو يقول قبل ما ادخلكم بالنقاط يقول جعلت سرورا في قلبي اعظم من منه اسمع 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 هاي كلنا نركض وراها جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم منو سرورهم اذ كثيرت حط ايش حنطتهم وخمرهم يعني هذول الناس انا سروري اكثر فرحان من منو من اللي هما بالشارع اللي بالشارع اشتووا اللي بالشارع كثرت حنطتهم كثرت اسواقهم اشتروا بيوت اشتروا سيارات اغضوا اغضوا كثرت حنطتهم وكثر خمرهم بس سروري اعظم من سرورهم ليش يا رب لانه هذول الناس اللي دي دورون ويا زيادة فلوسهم تزيد الكآبة ويا زيادة اسمع تزيد الهم يزيد كل شيء صدقوني ادخل بيوت بيوتهم فوق الجبل يقعد يبتشي ليش لانه ابنه ضاع يقعد يبتشي لانه زوج تضاعات يقعد تبتشي لانه زوجها راح وتروح وتعرف بين هول شغلات اللي دي تصير ايش دي تصير كبس على حياته سؤال واللي قلت لك به هذا الشي هذا السؤال يزرع ايش يزرع ظروف صعبة بس كل من يجي تسلم عليه شون شو ده بعشون ضحكة بس الضحكة مالها هل هي وشوب قفة لو بس وجه ها 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 فالفكرة ايش اكو هواي ناس توزع ابتسامات مو توزع ابتسامات لو لا تضحك تحكي وياها ضحك ضحكة حلو بس من جوه ضحكة اين المصيبة اين المشكلة الحزن والغم اكو جوه وبره اكو ايش شي اخر شي اخر ولهذا السبب الرب يريد اليوم ايش يشتغل ويطلعنا من هذا القفص اللي بليه سرق من عندنا الفرع من يريد يطلع كلنا ريدنا نطلع عمين المفتاح الاول ايش المفتاح الاول لكل ظروف صعبة اكو مفتاح شدو هذا المفتاح بول عدد يقول لك هذا العدد هو عدد رئيسي الحياة اللي احجيت به هي المسيح وهذا المفتاح اللي يطي اجمالية الخروج بس التدريبات اللي رح ناخذها من 12 الى 25 تدريب الاول عدد 12 ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد الى اكثر الى تقدم الانجيل شنو الى اكثر الى تقدم بولوس في وسط السجن والقيود وينتظر الموت افكاره اسمعوني افكاره وهدفه وهو داخل الزنزانة هي الكرازة في وسط الضيق تذكرون بوسط الضيق خلص سجان في لبي كراز الهم فاذا اذا انت اول خطوة حتى يكون مسيح حياتك في وسط الهم في وسط الضيق تقول الحياة ضيقة تقول انا بالضيق يقول لك الرب درب نفسك انه يكون هدف الاسمع هو الكرازة وخلاص النفوس اذا اول خطوة سناخذها بالتدريب في وسط الظروف الصعبة تشوف انت ظروفك صعبة اكرز هدفك خلاص النفوس مو هدفك غير شيء اخر اذا كان شيء اخر انت مو المسيح حياتنا صارت غير شغلة بس احنا نريد نتعلم الفرح الحقيقي في وسط الظروف الصعبة اول هدف اليك يقول لك اكرز وين ما تشنت بالسجن بالمستشفى ما اغضيك بسدية مرة ما طلعت بسدية هالشكل طرف الانجليزي ما ليقوي ما يفتهمون عليه من احتي سريع بسطيتها كلمات بسيطة قلت لها جيزيز لابيو اوه تانك بس جيزيز لابيو كلش كافي تقول الواحد عمين عمين بانجليزي ولهذا السبب ولهذا السبب اكرز انت يعني خليك شو ما قال بشب خليك بأي مكان انت غايتك خلاص النفوس اول خطوة ثاني خطوة حتى تطلع وتعيش حياتك المسيح اقول لك واما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح واما قوم فعن مسر فاذا اكون شخصتين قاعدين بهذا المكان او مو قاعدين بهذا المكان يسمعوني يسمعوني فلي يسمعوني بهذا الوقت اكو امرا وانت تكرز يا اما تكرز عن حسد وخصام ها طول اصد يقول من يا سنة بعد ما كانت الكنيسة منتشرة بهذا الانتشار ببداية ذا اكو جماعة يساون يكرزون بالمسيح بشنو حسد وخصام وغيرة هذا جاب الواحد للرب عني شبيه عني ما راح احجي تعرف الرب يحب قيابة تدعرف شنو الشغلة وبعدين يعني لا يكون عنده غيرة وخصام وحتى هذا شنو يحجي بالمسيح عمان يحجي بالمسيح بس شوفوا النقطة هذول النوعيتين هذول النوعيتين النوعية الاولى مع كل اسف ما يصدق يشوف اخوه في موقف حتى يشلح ريشة سامعي يشلح ريشة ابسط شغلة بالدجاجة تمشي وتنتف ريشة ومن تخلص اخر ريشة شو تقول لها لا يلبس الحلاقين بعدنا عين لا تقول لها شو تقول لها اجمع الريش تعال اجمع الريش راح ينجمع ما ينجمع مرات هواي خدام هالشكل يسوهم بخادم اخر ينتف الريشة بس يوغا ريشة ورا ريشة ريشة بعدنا نقول لا انا سامحك اوكي حلو سامحت بس الريش نتف هذا ورا عن حسد وخصام لكن الشي اللي يطيك موقف اخر في مسارة الفرح هو اعلانك الغفران الحقيقي اللي ينتف ريشك منو ينتف ريشك لازم تغفر له مو لي عزمك اكفرك اللي عزمك ويوكلك بوسة بس اللي نتف ريشك لا انا تفريشه ما رح تفرح الرب يقول وهو على الصريب اش قال اغفرهم يا بتال لانهم لا يعلمون ما هم صانعوه احنا تريد تفرح اللي نتف ريشك اغفر له اللي يحكي عليك اغفر ليش لانه احنا تبعية المسيح مو تبعية شخص اخر لو كنا تبعية شخص اخر لا من حقك العين بالعين والسن بالسن وهذا هو التقليد اليهودي موجود بالكتاب المقدس باللحد القديم عين بالعين والسن بالسن لكن الفكرة الرئيسية الرب قال لا من ضربك على خدك الايمن فاعرض له الاخر ايش فرح المسيح بيش بالغفران شنو قصي بهذا الحش النقطة الثانية نتبع عليها نقطة مهمة اي شخص اي شخص يشيل في قلب على شخص اخر ما يقدر يفرح ما يقدر ولهذا السبب ما رح تقدر المسيح يا حياة ما رح تقدر هذا الشيء لكن الرب علمك غفران حقيقي لنتفريشك رقم ثلاثة رقم ثلاثة فماذا فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعلا ام بحق ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح بل سافرح هذا التدريب الثالث النا شنو التدريب الثالث يقول رغم كبر عمر بولوس تتذكرون هذا السؤال لسألت هل بولوس مات شيخ وجاوبت وتقريبا خمسة ستة جاوبة وصح والباقي كان غلط لكن عمر بولوس شنو كان شيخ ذكرها وين في رسالة فليمون عدد التاسع عدد التاسع ذكرها ولهذا السبب في هذا المكان هو هو ينادي بالانجيل شوفوا النقطة المهمة اللي لازم تفهموها رغم كل الظروف المسيئة بالأجواء اكو شي مهم جدا منيقول بحق ينادى بالمسيح يعني الحق الوحيد هو المسيح النقطة المهمة اللي لازم تفهمها ونفهم بها الاخرين الاتكال الوحيد هو على شخص المسيح وعلى فقط هو وليس الغير لأنه اللي يتكل على غير المسيح يخسر يعني أنا يجي واتكل على شخص معين اتكل على زوجتي يقول هي زوجتي تحبني بس في اليوم ما راح تحبني راح وقع بس اذا اتكل على المسيح ما راح توقع ما راح توقع القصد بالحجة هذا مرات هو تجو للكنيسة تتكلون على اشخاص يعني انا جاي من اجل اخونا سمير انا جاي من اجل اخويا قيصر انا جاي من اخونا ابو السيف انا جاي من اجل فلان انا جاي من اجل هم حلو جاي من اجل هم حلو بس لا تتكل عليهم لا تتكل على القصد فلوري لانه فدي يوم من الايام يسوي لك فدي مكسورة وانت تروح تقول ماذا القصد فلوري الاتكال الوحيد اللي يقول لك بحق ينادي المسيح هو شخص الرب يسوع المسيح الذي هو هو امس واليوم والى الابت يسوع من هو امس واليوم والى الابت فمن حقك انه تتكل على شخص بالامس تتكل عليه بالحاضر وتتكل عليه بالمستقبل امين نمشي على السريع اربعة لان يعلم ان هذا يقول الى خلاص ايش بطلبتكم مؤازرة روح يسوع المسيح الظروف اللي تأدي الى التشكيل شنو التشكيل لان يعلم هذا يقول الى خلاص بطلبتكم ومؤازرة يعني شنو يقول والى خلاص يعني اكو امر مهم جدا رح يصير في حياتك شنو هاي الامر تشكيل شنو التشكيل من يعرف شنو التشكيل شايفين الفخاري شي يجيب يجيب طينة طينة عمرنا كل ما رح نشتري طينة من اشتري بزون الطينة لا من اشتري طينة حن نشتري بس من يشكل شي سوي يحط على الفخاري ويشغل ويسوي بستوقة ويسوي قوري وبعدين يشيل القوري هذا ويحط بالنار وبعدين يصير فرفوري تنشوف الناس تعوف الطينة وتروح على الفرفوري شليش من تشتري الفرفوري لا غير قيمة احنا قاعدين بهذا المكان اذا ذو قيمة شي يقصد بها يعني الرب يشكلك اصبر شاول شكل قلبها من شاول قاتل ارهابي بن لادن الى اقوى اعمدة الكنيسة بولوس الرسول وشكل بالجزيرة يدر يقرأ وياه يدر شكل مرات هواية اذا جيت الكنيسة بهذا المكان وشفت يد تشكل بك يقول لك هذا ما يصير تسوي هاي التشكيلات الرب يريد يطلعك جميل ما يريد يطلعك قبيح فمن يريد يطلعك جميل اصبر على يد الرب في التشكيل لانه مرات هواية من يجي واحد يريد يشكل شخص التشكيل حسب كلمة الله مو انا مياج اقول الشعر محلو صبغي احمر ما داشكل ها لا التشكيل يصير من انا اجي واحتي من خلال كلمة الله اجي اقول فلان دير بالك وهذا يصير بالمحبة مو بالاتخار تشوف ني انا احبك تسمع لي ما احبك لو تنقل بالدنيا ما تسمع لي ولهذا السبب يقول ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشؤ صبرا فاذا النقطة الرابعة الصبر في التشكيل هيكل النقاط مهمة حتى توصل وين انه تقول المسيح هو حياتنا خمسة حسب انتظاري ورجائي اني لا اغزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين ما يقصد به بولوس ورسولينا بولوس يحسب حسب انتظاري ورجائي شنو حسب انتظاري ورجائي تنتظر كل ننتظر منو بينا ما ننتظر تفاهم قصد الصعبة الانتظار شنو كنا قاعد ننتظر هنا كلنا بالامتحان ننتظر مجيء الرب يا أما ييجي يا أما انت تروح واحدة من الثنين ماكو غيرها صح لو انت تسافر ينقص لك بطاقة منه وتروح لو ييجي هو ياخذك فلازم ش تسوي يكون عندك ايش رجاء رجاء فهذا الرجاء مهم جدا ويقول لك مع هذا شوفوا مع هذا هذا بفليمون هذا كان سؤالي بس اليوم كشفت لكم يا بولوس الرسول من ديطي هذا الإعلان هو دي ينتظر الموت والصلب وكل الأمور بس يقول لفليمون يقول لفليمون قعد لي منزلا لأني أرجو شي يقول له أنني بصلواتكم سأوهب لكم بولوس بولوس الرسول ما بي بولوس بولوس الرسول محكوم ومقيد ويودوه للإعدام ونيران وسلطة دريد يعدبوه ويقول لفليمون حضر لي بيت للإيجار يا بيت للإيجار أنت وين والبيت وين تتبع من قصدي حضر لي بيت للإيجار لأن بصلواتكم أنا سأكون يومكم لا لا يوجد سلطة على أولاد الرب لا يوجد سلطة موجودة على أولاد الرب ولهذا السبب اليقين يجعلك أن تنظر المنفذ في الضيق يت يقن أنت يقين لو بس حاجة هنا النقطة يقين بولوس هو بالسجن ومحكوم عليه بالعدام ورجال شيخ وكل الأمور ضده ويقول لفليمون شيقول أجر لي بيت يا بل أجر لك بيت وانت رح تروح للعدام رح يقصون رأسك لا أجر لي بيت أنا رح أطلع وبصلواتكم ليش لأنه كان عنده يقين بمن آمن ولهذا السبب بعدد هو عشرين بأ شي يقول لك بكل مجاهرة كما كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سوان شوفوا هاي النقطة مهمة خلوا عليها فالدائرة من تروح للبيئة تعيد الوعظة وخلي عليها دائرات هاي مهمة شو يقول يقول يتعظم المسيح في جسدي سوان كان بحياة أم بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح أول مرة بالكتاب المقدس واحد يدوخ بولوس لماذا داخ هنا داخ بولوس داخ حار لماذا حارت يا بولوس كان واحد حار هنا بس مو مثل حيرة بولوس بولوس حار حار هنا حار بولوس قاعد صفان له شي يسوي حار شنو الحيرة مالا سينان شوف الحيرة مالا بولوس من احتار بهذه النقطة شي احتار احتار بين الموت والحياة احتار رجال احتار بين انه يموت لو عيش اتعرف ليش لأنه يقول لك اذا مت انا رح اكون في يم المسيح واذا عشت راح اجيب ثمر للمسيح ولهذا السبب حير الرجال اموت اجي يمك لو ابقى حتى اجيب ثمر لك ش تريد يا رب ده تفهمون شوف ش يقول لك لأنه الاستخدام هذا الاستخدام هذا بينه لي الحياة هي الموت من يقول هذا الكلام دي دي قار انا متأكد بانه انا رح انطلق يمك بس اذا انطلقت يمك هذول الناس من يجيب هم تفهم قصته فكان حير كانت مجادلة بينه وبين نفسه ولهذا الامر هاي النقطة ضرورية تتمسك بيها لأنه غلبيتنا ما نتمسك بيها النقطة هذي اللي تأدي الى التسليم الحقيقي وليس بالكلام ماهو التسليم الحقيقي بسي تسليم الحقيقي شنو يعني انا اجي اقول لك طيلي بطل المي واذا متلب بي طيلي هذا الذهب اذا متلب بي شون هذا تسليم ها شقول شقول يا بدي افتح هيدك لا لا ما تقدر لتغضي فش شنو انا طيلي بس ما لا سلم ليا التسليم مرات هو هش كنسعي بالمسيح يا رب انا سلم حياتي لك وياخذ ها افتح حيدك للرب ليش قول افتح حيدك للرب خلي هو يستلم بولص الرسول هنا دي علمنا بانه حياتي بيدك تريد تاخدها انا يمك تريد ما تاخدها انا رح اجيب ثمر تطيق ثقة باش ويقين بانه اذا كان اكو نار انت رح تدخل وتخرج مثل الفتية ثلاثة ما رح عندي مجال اشرحها بس الفتية ثلاثة الدخلة والنار اله هنا يخلصنا ثتية ثلاثة شدرخ وميشخ وعبدنغو بدانيال ثلاثة شدرخ وميشخ وعبدنغو دخلة والنار ومعاهم ايش شبيه بابن الالهة قال احنا ذبنا ثلاثة هذا الرابع منه طلعوهم طلعوهم يا ابناء العلي مرات هو اذا عندك يقيم تدخل وتطلع اللي احترق بهم شنو فقط القيود ريحة الدخان ما ضربت بهم زين شي اللخ عدد خمسة وعشرين اخر شي شي يقول فاذ انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان هذا اعلان اقوى ايمان وثقة اقوى ايمان شخص شوما قلت لكم مقيد واردي يروح ويموت ودي يعلن هذا الاعلان بانه انا واثق بانه راح اكون وياكم وانا واثق راح امكث وياكم وراح يعيش الثقة الكاملة باش بانه اعلانات الرب تكسر كل قيد موجود امامك شنو اعلانات الرب وعود الرب من يقول لك من يقول لك ها انا معكم هروا ها انا معكم دي يكذب علينا تدفمون قزل لا من يقول لك الرب ها انا معكم كل الايام وإلى انقضاء الدهر دي يكذب الرب حاش للرب ان يقول كالما كاذبا زين خلاصة درسنا شم نقطة خدنا غيرناها سبعة سويا هاي السبعة تخليك شو تعيش تعيش المسيح هي حياتنا تدرب نفسك عليش على الكرازة شلاخ اعلن غفران حقيقي للمسيئين اليك شلاخ يقول لك الاتكال على المسيح وليس غير المسيح شلاخ الصبر في وقت التشكيل شلاخ اليقين يجعلك تنظر المنفذ في الضيق شلاخ تسليم الحقيقي وليس الكلام وآخر نقطة الثقة الكاملة يعطيك اعلانات فوق الطبيعي عمين اليوم خلصنا اول قفص باول قيد وشون يكسر من يكون المسيح هو حياتنا شلاخ اللي داقول شلاخ اللي داقول لا لا بأذزا على التسجيل سبس خلص شلاخ اللي داقول هنا النقطة الرئيسية اللي دي نحكي بيها مهمة جدا حتى الرب يطي نعمة ويطي غفران حقيقي لكل الحاضرين بهذا المكان تريد ما ينسلف فرحك خلي يكون المسيح هو حياتنا احنا رح نتقدم الى مايدة الرب من خلص مايدة الرب رح اجعلك رح نتقدم الى مايدة الرب من قدم الى مايدة الرب بالفعل بالفعل تقدم وعندك ثقة بانه الذي قدم هذا الامر اعطاك فرح حقيقي ونصر حقيقية وكسر كل قيد مقيد به خلولنا نقف بهذا المكان وبهذا الوقت وانت واقف في مكانك صلي من كل قلبك واعلن قل للرب لا يوجد قفص موجود في حياتي يسلب فرحي ظروف اي امر تعيشها قل للرب يا رب انت الوحيد القادر ان تعيننا بهذا الوقت صلي غمض عينك وصلي لانه الوقت مهم جدا هذا الوقت ثمين في التغيير والتشكيل اذا كان عندك نقطة ضعف في الكراز قل له يا رب خليني اتكلم بمجدك اذا كان يساء في قلبك قل له للرب اعطيني النعمة لكي استطيع ان اغفر اذا كانت متكل على شخص اخر قل له للرب دعني انظر اليك انت وحدك يا رب يسوع واتكل على شخصك صبر قل له جعلني الصبر موجود فيي لكي اعيش حياة التشكيل ليكون مشابها الى تلك الصورة اليقين يجعلك تنظر ثقة الكاملة اللي تجعلك تكون انت مبارك في هذا الوقت فاسكب قلبك وصلي وقل له للرب انا جاي حتى اتقدم الى مائتك اجعل يا رب هذه المائدة تكون سبب بركة في حياتي واخبر الاخرين بان الدمك غفر خطايانا وجسدك يا رب صلب كل خطيئة جعلت من اجل الدينون لحياتنا يا الهي القدوس شاكريك يا رب من اجل موتك على الصليل عطيتنا تحرير كامل باركنا يا رب واجعلنا يا رب محافظين في حياتنا الروحية